اشتركوا في القناة the arithmetic series. let's get start with the sum of the first n terms of a as our arithmetic series. sn الفرست formula. sn اللي انا عايز اجيب السمميشن بتاع c concept بتاعي. sn هيكون equal. n over two times a plus l. n اللي هو number of terms. a اللي هو الفرست term. l اللي هو اللاست term. طيب عندي فورمولة تاني. علشان لو الجيفن دي مش موجود عندي. اللي هو الصم بتاع terms equals. n over two times two a. وقلنا الاي اللي هي الفرست term. times n minus one times d. الدي اللي هي زي ما احنا عارفين من كل اللي احنا اشتركنا قبل كده. طيب. تعالوا بينا نروح لنشوف ان الموضوع هو بسيط. point submission. r equals five to twenty four to four r minus three. solution. انا اول حاجة انا محتاج ان انا اعرفها. number of terms. طيب. number of terms دي عبارة عن ايه? لو حضرتك عدت تعد من اول r equal five لجاء twenty four. هتبص تلاقيهم twenty terms. طيب احسيبهم ازاي? لو انا عملت twenty four minus five هيديني nineteen. المفروض ان حضرتك المفروض ان الر equal five دي included the numbers اللي انت بتعدها. فالمفروض ان انت تعمل. لو عايز تعرف عدد الترمز اللي موجودة ده. ده يبقى المفروض تعمل twenty four minus five. وتعمل في الاخر بلاس ون. ما تنساش تعمل بلاس ون. طيب. التي ان equal four and minus three. كان نها sequence. الايه? الايه اللي هو مين? اللي هو اول ترم. طيب اول ترم هيكون اللي هو مين? اللي هو تي فايف. عرفت من اين ان تي فايف اول ترم? عشان الار هنا equal five. يبقى اول ترم هنا مفروض ان انا شيل الار وحط مكانها five. طيب تعلم نشيل الار اللي موجودة في او في ونحط مكانها five. يبقى four times five minus three which equals to seventeen. طيب. طيب طيب هعرفه ازاي? انا عارف ان الاردر بتاعه. طيب الاردر بتاعه عبارة عن ايه? شيل الار وحط مكانها توينتي فور. يبقى four times twenty four minus three. انا هنا عملت four times five minus three عشان اجيب اول ترم. عشان هنا starting from الار equal five. عشان اجيب الاردر ترم. شلت الار وحطت مكانها كام? توينتي فور. يبقى four times twenty four minus three which equals twenty three. طيب انا هنا الجبن اللي عندي انا كده عرفت اجيب الاي? اللي هو. وعرفت اجيب الال اللي هي طيب. اقدر اشتجل هنا. انا هنا عندي كم ترم? انا هنا عندي احنا عارفين عددهم. طيب. يبقى هنا المفروض ان انا اشيل الان وحط مكانها وهشيل الاي وهحط مكانها كام? سفنتين. وهشيل الال وحط مكانها. الكلام ده كده هيكون تاني. يبقى دي الطريقة تانية غير. احنا في الدرس اللي فات عرفت اجيب بالطريقة دي. في الدرس ده بنعرف اتنين فورميلة اعرف اجيب بهم الار بتاعته بتبتدي من اول لجاية انت تقدر تشيك كل الكلام ده كده لو انت عملت العلامة بتاعت السميشن هيدي لك الار تحت هتكتب equal five twenty four وهتنقل ده كله زي ما هو هيدي لك one thousand one hundred. تعالوا نروح لأجزامبل نومبر two. في اجزامبل نومبر two find submission or equal seven tell thirty two twelve minus five or. بايزة same way عشان اجيب الان اتفاقنا هعمل thirty two minus seven plus one. يبقى النومبر اف تيرمز عندي هنا كام equals twenty six. الـ equals twelve minus five or. ده كده الانت تيرم. عايز اجيب الايه اللي هو الفرست تيرم المفروض ان هو هيكون equals d seven. يبقى هروح عند الار وشيل الار وحط مكانها seven. يبقى هتكون twelve minus five times seven which equals two negative twenty three. ده كده الفرست تيرم. طيب الـ lost term هعمل ايه? take it to twelve minus thirty two times five which equals negative one hundred forty eight. طيب. عنا كده اقدر مستطيب في الفرمولة بتاعتي. s n equals n over two times a plus l كل الحاجات عندي موجودة. ال & twenty six over two. ال a negative two three plus. ال L negative one hundred forty eight which equals negative two thousand two hundred twenty three. تعالوا بينا نروح نشوف example كمان. example number three. example number three. find the sum of the first fifteen terms of the sequence tn where tn equals five n plus one. طيب. هو هنا جاي بيقول لي بطريقة تانية بقى اهو مش مديني submission notation. عايز نجيب الصم بحاجة مختلفة. لا هو هنا جاي بيقول لي find the sum of the first fifteen terms. يبقى انا كده قدرت احدد ال n بتاعتي. ال n بكام? ال n بفتين. تمام? طيب. اول حاجة انا هجيب. هشيل ال n وحط مكانها one. يطلع لي six. شيل ال n وحط مكانها two. five times two ten plus one يطلع التاني ترم اللي هو ال eleven. شيل ال n وحط مكانها three. five times three fifteen plus one يطلع الترم اللي هو سكستين. انا هنا اقدر امشي بالفورمولة التانية. اللي هي ايه? انا عندي الايه? ايه هو الايه? اللي ايه هو ال first term? اول حاجة في السيكنس اللي هو six. طيب. اقدر اجيب هنا ال d. ايه هو ال d? ال distance. احنا عارفين من قبل كده. ال distance ما بين ال eleven وال six. يعني eleven minus six distance بتاعتي كانت five. واقدر اجيبها من هنا. اللي هو النمبر اللي قبل ال n. طيب. ال eleven بقت 16. يبقى distance بتاعتي five. طيب. انا كده جاهز ان انا اطبق الفورمولة بس الفورمولة التانية. s n equals. n over two times two a times n minus one times d. يلا. يبقى هنا. s 15. عرفت منين ان هو 15? هو اللي جاء بيقول لي find the first 15 terms. يبقى s 15 equals. 15 over two times two times a. اللي هي two times six plus 14. طيب 14 دي منين? انت المفروض عندك النمبر of terms هنا 15. 15 minus one equals 14. 14 times d. الهال five. على الكالكليتر يبقى الرزلت هيكون 15 over two times eighty two which equals two six hundred fifteen. موضوع سهل وبسيط. تعالوا كمان نروح نشوف فكرة بتانية. في example number four. point the sum of the arithmetic sequence three five seven and so on till 41. طيب. هنا الموضوع سهل. هنا فيه فكرة لو انت لقطاعه في الاول هيبقى الموضوع بسيط. اللي هي ايه? انت مش عارف عدد the terms اللي في سيكونس. هنا ايه? يبقى انت المفروض ترجع للدرس اللي فات. اول حاجة هنا. انا محتاج ان انا اجيب بتاعتي الفورملا. طب اجيبها منين? اجيبها من الدرس اللي فات. المفروض ان هي a plus n minus one times d. ال d هنا كتب كام? كتبته. كتب انا كده عملتها بسرعة. a تاني. a plus المفروض هنا. n minus one times d. ال d هنا اللي هي distance. يبقى d في n minus one. ده كده الكلام من الدرس اللي فات. طيب. ال tn عندي. تلات equals forty one. عايز اعرف ال n. ال number of terms. طب عشتكة ال equation بقى c تخرج بره? تبقى minus. تبقى forty one minus c. اقدر دلوقتي. ال two دي عاملة تخرج بره. يبقى هنا. n minus one equals ناجاتف وان تروح لنا حاجة تانية. زين n equals twenty. بيبقى انا اول حاجة كنت محتاجة ان انا اعرفها هنا. ايه اللي جواه ده? لغاية طب النمبر اللي هي كام? هي تمام? طب كده جبت ال n. وعندي كمان ال a. وعندي ال d. هنا اقدر اشتغل بالفورمولة دي او بالفورمولة اللي احنا نشتغل بها دلوقتي. طب انا هنا برضو كمان عندي ال a وعندي ال l. عندي اول term وعندي اخر term. وعندي number of terms. يبقى اقدر اشتغل بدي كمان اصل. يبقى ايه اللي هو اول term three. plus ال l اللي هو last term. يبقى الكلام ده كده هيبقى. تعالوا بينا نروح نشوف اكزامبل كمان اكزامبل number five. في اكزامبل number five جاب يقولي find the sum of the twelve terms of the sequence ده. starting by t5. عايز الصم بتاع 12 terms بس starting from t5. يعني انا مش هبتدي من اول two. انا هجيب الصم من اول term الخامس في السيكنس ده. اول حاجة الايه هنا equal to. ال d equal six. ال d اللي هي هو بيزيد اد ايه? هو بيزيد سيكس. طيب انا محتاج ان انا اجيب t5. طب فاكرين t5 from the last lesson. t5 can equal a plus four d. انا بعمل هنا ايه لن? طيب a plus four دي. يبقى two plus four times six. عشان اجيب الترم الخامس. طيب اللي هو طلع بتوينتي سيكس. طيب هو جاب يقولي find the sum starting from t5. يعني ده كده اللي هيكون بالنسبة لي الايه. انا كده اجيبت الايه. يبقى s12. انا اجهز ان انا اطبق الفورمولة. n over two اللي هي twelve over two times two times a اللي هي two times twenty six plus n minus one اللي هي twelve minus one which equals to eleven times six. الكلام ده كده هيكون equal seven hundred and eight. فعلوا بينا نروح نشوف اجزامبل كمان. اجزامبل number six. في اجزامبل number six find the number of terms should be taken starting by the first term of the arithmetic sequence thirty twenty five twenty and so on. to be the sum one hundred. and what do you deduce from your answer? عايز انا قدر ااخد كم ترم من السيكونس ده علشان السم بتاعهم يطلع one hundred في الاخر. starting from the first turn. اول حاجة عندي الاس ان المفروض اداني الريزلت بقى المراضي. ده هو بيدور على حاجة جوة ويبقى المفروض ان انا هشتاجها الاكواجن. قال لي ان الاس ان المفروض يطلع one hundred. انا عايز اعرف number of terms. طب يبقى انا مش عارف الان. يبقى ن over two times two times a. جهز الحاجة بتاعتك الاول. الايه هنا? بسيرتي. يبقى two times thirty minus. الدي بتاعتي دي ناجاتف فايف. خلي بلك الماينز دي عشان اللي بيحصل ناجاتف فايف. المفروض كانت بتبقى بلوس. بس هي هنا بقت ماينز فايف. علشان بتاعي ناجاتف فايف. يبقى minus five times n minus one. المفروض كل الكلام ده يطلع ريزلت بتاعته في الاخر one hundred. طب تعالوا نحل ايكواجن بقى. اول حاجة two times thirty تلعت بسكستي. وهنا عملت ديستريبيوتف. negative five times n negative five n. وما تنساش خلي بكه عشان انت بتغلط هنا. negative five times negative one هيدي لك positive five. collect like terms اللي جوة. في عندي نمبر زيه مع بعض. يبقى هنا هتبقى n over two بره. سكستي بلاس five. سكستي فايف. minus five n equals one hundred. تمام? اقدر اخلص من التول اللي تحت دي. يلا كتب ال n divided تروح النحية التانية ملتبلاي. يبقى هتكون n 65 minus five n equals one hundred. طيب اللي عملت لها طيب بقى two hundred. تمام? طيب انا مضطر دلوقتي ان هنعمل ديستريبيوتف. n times 65 65 n. وn times negative five n هتكون negative five n square. وهدخل ال two hundred من بره. هتروح ال left hand side negative two hundred. طيب انا كده عندي quadratic equation. مفروض ان انا عمل لها فكترايز. بس مفروض ان انا عمل الرينج الاول. وهعمل لها divide. لو جيت عملت كل ده كده divided negative five. ايه اللي هيحصل? وهحط دي في الاول هرتب طبعا. negative five n square divided negative five بقت بقى n square. طيب. دي كده 65 n divided negative five هتبقى negative thirteen n. negative two hundred divided negative five هتكون positive forty. طبعا انا دلوقتي اقدر اعمل ده وتفكترايز سواء بايدك او عال kalkulator. bracket فيهم هيكون n minus five. ال bracket التاني هيكون n minus eight. يبقى كده. يا اما ال-n equal five. يا اما ال-n equals eight. this is means that s5 equals s8 equals 100. هو ازاي ال-n طلع لي two answers. في حاجة مش ممتقية. يعني انا لو خدت five terms وعملت لهم plus من السيكونس ده هيديني 100. وفي نفس الوقت لو خدت eight terms من السيكونس ده برضو هيديني 100. طب الكلام ده هيحصل ازاي? وتي سيفن وتي ايت الصن بتاع هم بزيرو. تعال شوف كده ايه اللي هيحصل? لو انت افضلت ماشي هنا هنا هتلاقي فيه دي كده اللي هي تي سيكس. تطلع بفايف. وتي سيفن هيكون بزيرو. وتي ايت هيكون بنجاتب فايف. انت لما تيجي تعمل بلاس لدول هتلاقي ده. cancel ده. ففي الاخر انت بتعمل بلاس زيرو اللي انت كنت جايبها من الترمز اللي فاتت فهتديني زيرو. فعشان كده تي اخر سري ترمز دولة مش هيفرقوا معي. عشان كده الان طلعت اتنين سليوشن. تمام? يبقى اي بلاس فايف دي ده كده اللي هو تي سيكس. واي بلاس سيكس دي اللي هو تي سيفن. واي بلاس سيفن دي اللي هو تي ايت. اللي هي سري اي بلاس اتين دي ايكوال زيرو. يبقى اي بلاس سيكس دي ايكوال زيرو يبقى تي سيفن ايكوال زيرو. ده الكلام اللي انا كنت لسه بقوله لك. ان تي سيفن اللي في النص هنا كده هيكون ايكوال زيرو وانت مش مطلوب منك ان انت تعمل ده. طيب. تعالوا نروح نشوف كمان اكزامبل نومبر سيفن. في اكزامبل نومبر سيفن جاي بيقول لي فاينز ارسيميتك سيكنس. ان ويتش. تي وان ايقوالز ايتي سيفن. اند اس ان ايقوالز نوين هوندرد ايتي. هو المراه دي عايز ارسيميتك سيكنس. ومديني. يبقى المفروض ان انا في شوية حاجات نقص مني عشان ارعف ارجع اجيب. طيب. خلينا ما اتفقين المرة اللي فاتت ان تي وان دايما اللي هو الا. والتي ان بايتي سيفن. طيب. الاس ان هو هنا مديني السوم. المفروض ان هي ايكوالز اي بلس ال. تعالوا نشوف احنا عندنا مين? الاس ان هو مدهاري بناين هوندرد ايتي. يبقى انا شلت الاس ان اللي هنا وحطت ما كانها. نين هوندرد ايتي. ايكوالز. ان اوفر تو. الاي اللي هو اول تيرم اللي هو تي ون. حطت مكانه. الال اللي هو اللي هو اللي هو تي ان. حطت مكانه ايتي سيفن. طب انا كده عملت ايكويجن ما فيش جرق قنون واحد. كده هعرف اجيبه. اه كده الموضوع صحيح. طيب. يبقى كده. لما اعمل لدول بلوس هيكون نينتي ايت. والتو راح هتعمل التايمز الناحية التانية. يبقى نينتي ايت ان ايكوالز تو تايمز نين هوندرد ايتي. دي كده هتخرج بره دي فويدد. يبقى ساعتها هتكون الان ايكوالز توينتي. طيب. هنا. يبقى انا هكده عندي تي توينتي ايكولز ايتي سيفن. طب تي توينتي بنبدرس اللي فيها يدي عباره عن ايه. ايه بلوس?, نونتين دي ايكوالز ايتي سيفن. يبقى كده. اين اللي هي اليفن بلوسة نونتين دي ايكوالز ايتي سيفن. نقص نجيب الدي انا كده عارف THE. هجيب الدي عشان اقدر سيعرف republicanي بتاعي. طيب. اللي خرجت برة بالمينس وبعد كده رح تعمل الكلام ده كده اطلع لي ان الديستنس بتاعتي طب كده اقدر اعمل اعمل اه اعمله ازاي انا عندي تي ون اللي هو الاي الاي باليفن يبقى اول ترم عندي طب بعد المفروض الترم اللي بعدها يكون الديستنس ما بينه وما بين الترم اللي بعده يبقى اعمل بلاس فور يبقى يديني بفتين بلاس فور نينتين انسوان يبقى انا كده عرفت اجيب له السيكنس بتاعي يبقى السيكنس is 11 15 19 and so on تعالوا كمان نروح نشوف اكزامبل 8 in the arithmetic series 5 plus 8 plus 11 plus and so on find the sum of its first 20 terms of the series عايز اول 20 terms للصم بتاعهم point b the sum of the 10 terms of the series starting from the seventh term عايز السم بتاع 10 terms بس اللي بيه start from the seventh term point c عايز the sum of the sequence terms starting from t10 up to t20 عايز من اول t10 لجاء t20 تعملوا البلوس تمام طيب اول حاجة عندي هنا الاي والدي المفروض ان انا الاي هو الفرس ترم الدي هي الدسنس بتاعتي من 5 ل8 من 8 ل11 يبقى انا كده قدر تحدد حاجتين الاي والدي طيب انت عايز في اول حاجة the sum of its first 20 terms يبقى انا كمان عارف الان يبقى انا انا مش اشتغل باللاست ترم انا مش اجيب باللاست ترم هنا 20 over 2 times two times a اللي هي two times five plus n minus one لو دي عندك 20 وفي المفروض n minus one اللي هنا تكون اقل منها بone اللي هي 19 times الدي اللي هي في three which equals six hundred seventy وده كده الفيرست point b عايز the sum of ten terms of the series starting from the seventh term طيب يبقى انا اول حاجة لازم اجيب العشان المفروض ان هو ده اللي المفروض هيكون عندي الاي تمام يبقى t seven five plus six اللي هي seven minus one times d يبقى five plus six times three تلاتة بتوينتي سري طيب انا كده انا جبت المفروض ان هو كده هيكون بيمثلي الاي بتاعتي طيب هو عايز كم هو عايز يبقى s ten equals ten over two times two times a مستر احنا كاتبين ان الاي هنا بفايف لأ انت جايب ان الاي بتاعة الطلب اللي هو طالبه منك starting from the seventh term يبقى المفروض ان هو ده كده اللي يكون الاي بتاعك يبقى 23 اللي هنا هي دي كده الاي plus n minus one هنا ten n minus one فهتكون nine times الدي بتاعتي كده كده سيبتة في كله فالدي كده هتكون بسري اقول الكلام ده كده equals three hundred sixty five طيب بوينت سي تيتان equals لازم اجيب هو عايز starting from تيتان لغاية تيتوينتي فانا قدر اجيب تيتان واجيب تيتوينتي مع عندي الفرست ترن وعندي اللاست ترن واشتغل بالفرمولة التانية طيب التيتان عبارة عن اي اي plus n minus one times d الاي اللي هي five plus n minus one قلنا d ten يبقى دي كده تبقى nine times d اللي هي times three يبقى انا كده جبت التيتان اللي هو هيكون بيمثل المرة دي الاي طلع equals thirty two طيب تيتوينتي ده اللي هو مين ده اللي هو ال 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 last term five times d 20 بقى دي كده تبقى nine times d اللي هيت nine times three هتكون equals sixty two طيب يبقى زن اس 11 هو مين يا اي مستر اللي قال ان هما 11 هما 11 terms احنا اتفقنا ان انا لا عايز اجيب النمبر of terms المفروض ان انا اعمل 20 minus 10 plus 1 20 minus 10 10 10 plus 1 11 ما تنساش ان انت بتعد وانت بتعد 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 لتي 10 وبتعد لتي 20 طيب يبقى اص 11 equals 11 over 2 times الاي بتاعتي زي ما اتفقنا اللي هي كان اول تيرم عندي اللي هو بيقولي starting from t10 اللي احنا جبناه بسرتي two last term اللي هو t20 احنا جبناه هنا بكام 62 يبقى ده كده هيكون equals five hundred seventeen تعالوا بينا نروح ناخد نوت كمان number one to find the least number of terms of an arithmetic sequence to make negative sum we must solve s n equal zero and then take the next n طيب انا عايز الصم اللي يديني الناجاتف الصم بتاعي اصلع اول حاجة ناجاتف او اصغر حاجة في الناجاتف يبقى انا هشتغل ان المفروض ان الصم بتاعي يطلع زيرو وهروح هيخد الان اللي بعده يبقى كده المفروض ان التيرم اللي بعده هيديني الناجاتف طيب to find the least number of terms of an arithmetic sequence to make positive sum we must solve n equal zero and then take the next n. يبقى انا كده هيخد الان اللي بعده. طب الكلام ده ازاي? انا ممكن اشتغل بطريقة تانية او ممكن اشتغل بطريقة تانية. انا ممكن لو انا عايز negative اشتغل ان ال s n less than zero. وهنا لو انا عايز positive اشتغل s n more than zero. طب تعالوا نشوف احنا نعملها ازاي? ونشوف الموضوع بسيط ازاي. take example number nine. find the least number of terms that can be taken from the sequence fifty eight, fifty two, forty six and so on from its first to make the negative sum. then find this sum. عايز ايه? اقل number of terms اقدر اخده من ده. علشان يعمل لي sum negative. وزين find this sum. وبعدين عايز ان انا افايند ده. طيب. المفروض احنا اتفقنا على ايه? انا هنا عندي دي الايه? الايه بتاعتي? fifty eight. ال d خلي بالك هو بيقل المرة دي. فالمفروض ان ال distance بتاعتك تكون negative. يبقى ال d هنا هتكون negative six. طيب. انا هنا عايز ال sum يطلع negative. يبقى المفروض s n less than zero. تمام? طيب s n اللي هي n over two. يبقى two times a which equals two times fifty eight. plus n minus one times d. اللي هي negative six. مفروض ان الكلام ده كده less than zero. تمام? تعالوا نشتغل جوه كده. two times fifty eight. هتكون one hundred and sixteen. minus. هعمل اللي ده هنا كده. negative six times n. فهتقول negative six n. negative six times negative one هتكون positive six. less than zero. طيب. multiply by two over n. هعمل كل ده. times two over n. طيب. two over n هعملها فين? ده نعملها في يعني دي هتتكانسل مع الزيرو. واللي هنا two over n هتتكانسل مع n over two. هيكون كل الكلام ده كده equals one hundred sixteen plus six هتكون equals one hundred twenty two. يعني دي كده one hundred twenty two minus six n هتكون للزان zero. انا هنا عملت ايه? خرجت negative six n بره بعكس الصين فبقى positive six n. طيب اقدر اجيب ال n دلوقتي اعمل divided six. يبقى المفروض خلي بالك العلامة دي بص ناحية ال n. ال n more than twenty point thirty three. انا عايز خلي بالك ده مش number of term هو اصلا احنا احنا امتفقين من قبل كده ان ما ينفعش number of term يطلع حاجة فيه بوينت بس احنا بنقول more than احنا مش بنقول equal. خلي بالك number of term انا بتكلم على مكان. فلازم انا عايز المكان second او third. فلازم يطلع حاجة hold ما ينفعش يطلع فيه point. طيب هنا ازاي مستر طلع فيه point? علشان انا هنا مش بقول ال n equal انا بقول in more than. طيب ايه اول whole number بعد ال twenty point thirty three? هات ال whole number اللي بعده اللي هو هيكون twenty one. يبقى then we have to take in our number of terms twenty one turn to make the sum equal negative. تعالوا نجيب s twenty one ونشوف ان هو هيديني رقم negative فعلا. طيب s twenty one equals twenty one over two times two times a اللي هي two times fifty eight plus n minus one اللي هي twenty one minus one اللي هي تطلع twenty times negative six. كل الكلام ده كده هيكون equals negative forty two. يبقى انا كده كمان عملت له تاني مطلوب اللي هو then find this sum. تعالوا وكمان نروح نشوف example number ten. example number ten. and arithmetic sequence the sum of its first ten terms is one hundred twenty and the sum of the next ten terms is three hundred twenty. find the sequence. هنا. is ten equals one hundred twenty. هو اللي قال. the sum of the next ten terms is equals one hundred twenty. طيب. the sum of the next ten terms equals three hundred twenty. وخلي بالك عشان هي اللقطة هنا. ده بتاع التن ترمز التانيين ب three hundred twenty. طب يبقى انت هنا ما ينفعش ان انت تقول الاس توينتي انت لو تيجي تقول الاس توينتي بقى انت بتتكلم على الاول توينتي توينتي. طب ما انا عايز اقول الاس. هقول الاس كام? انا لازم اقول الاس توينتي. بس خلي بالك. انت اول كان السم بتاعهم بكام? وان هون هندرد توينتي. وتاني كان السم بتاعهم بس ري هندرد توينتي. يبقى انت لو عايز تجيب الاس بتاع اول توينتي ترمز يبقى اعمل وان هندرد توينتي بلوس ري هندرد توينتي. which equals two four hundred forty. تمام? يبقى انا كده عندي الاس تن وعندي الاس تونتي. طيب الاس تن اللي هي عبارها عن ايه? تن تروح الناحية التانية. فهتبقى two a plus nine d equals twenty four. دي كده الفرست ايكويجن. تعالوا نروح نعمل ايكويجن تانية من هنا. s20 اللي هي twenty over two. بردو جوال براكت two a plus بدل التوينتي تبقى nine دي. هتكون ايكويلز. تعالوا نعمل لها تونتي اوفر تو تن. لما تيجي تخرج بره. فهتكون فورتي فور. طب انا دلوقتي كده عندي اتنين بس انا ولا عارف الايه ولا عارف الدي. طب محل الاتنين مع بعض. زي ما احنا كنا قايلين قبل كده في اول سنوي وفي تالت عدد. احل لهم ازاي مع بعض? هعمل سبتراكت. انا ممكن اعمل ده موينس ده. يعني two a minus two a. بس ازاي ما انا بعمل مع الايكويلزن بعمل مع الايكويلزن كلها. دي موينس دي. هتديني كم? هتديني تن دي. هنا موينس تونتي فور. هتكون ايكويلز تونتي. طب هنا بقى بقى عندي ايكويلزن تين دي ايكويلز تونتي. خرج التين بره فتبقى الدي ايكويلز تو. هرجع اعمل في اي ايكويلزن فيهم عشان اجيبي الاي. ساعتها هلاقي الاي ايكويلز ثري. طب كده عرف اعمل السيكنز او اول ترم ثري وهاجي بعد كده افضل اعمل بلاس تو يبقى ثري. فايف سفن ان سوء. تعالوا بينا نروح لأيكزامبل تاني. ايكزامبل نومبر الاف. لأيكزامبل نومبر الافن. ان ارثميتك سيكنز. كمبوزد اففتين ترمز. زا سام اف اتس فرست فايف ترمز. ايكويلز فورتي. يبقى ايكويلز فورتي. زا سام اف اتس لاست فايف ترمز. ايكويلز وان هندرد ناينتي. فاينز اصام اف زي سيكنز. انا عندي هنا. اس فايف ايكويلز فورتي. اس فايف معناها ايه? فايف اوبر تو تايمز تي وان اللي هو الاي. بلس تي فايف اللي هو هنا هيكون اللاست ترم عشان ها بيقولي ده كده اس فايف ايكويلز فورتي. فايف اوبر تو تي وان قلنا ايه? طب تي فايف تعالوا بفكاها كده. مش احنا عارفين ان تي فايف اللي هي ايه بلس فور دي. يبقى ايه بلس فور دي. هيكون ايكويلز فورتي. طيب هنا ايه بلس ايه? هتكون تو ايه? بلس فور دي. الفايف اوبر تو لما تيجي تخرج بره مع الفورتي هتكون سكستين. يبقى المفروض الكلام ده كده ايكويلز سكستين. انا اقدر اخد من هنا هايست كومن فاكتور تو. يعني دي كده تبقى تو. فيتبقى لي جواب البراكت. ايه? بلس تو دي. ايكويلز سكستين. طيب التو دي لما تيجي تخرج بره تبقى سكستين. دي فاحتكون ايت. دي كده الفريست ايكويلز. بايزة سيموي. هنروح نجيب اس لاست فايف. هو كان بيقولي ان الصم بتاع الاست فايف تيرمز ايكويلز ون هندرد ناينتي. الاست فايف هما كلهم ففتين تيرمز فاللاست فايف هيكونوا من اول تي الفن لغاية تيففتين. يبقى انا هنا جيت رحت انترجم نفس الكلام. فايف اوبر تو عشان هما فايف تيرمز. تي الفن اللي هو اول تيرم عندي فيهم. تي الفتين. طيب تي الفن اللي هو مين? التي الفن اللي هو ايه? بلس تين دي. والتي الفتين اللي هو ايه بلس فورتين دي. طب عمل لهم لما اجي عمل لهم بلس ايه? تين دي بلس فورتين دي هيديني توينتي فور دي. وهعمل زي اللي احنا تكلمنا عليه فوق. المفروض ان تخرج الناحية التانية بالديفايدد. بعدين اخد وعمل ديفايدد تو. فهتكون ايه بلس تولف دي ايكويلز سيرتي ايد. طب زي السؤال اللي احنا لسه مقابلينه من شوية. انا عندي هنا اتنين فيهم اتنين احل الاتنين مع بعض. اعمل دي موينس دي. اي موينس ايه? تولف دي موينس تو دي هتكون ايكويلز تين دي. طيب يبقى انا كده عندي تين دي. وهنا سيرتي ايد موينس ايه? هتكون ايكويلز سيرتي. باي ديفايدين باي تين. زين الدي ايكويلز سري. وهارجي على اي ايكويجن فيهم اعمل فيها صبستيتيوت علشان اجيبي الايه? كده الايه? تلات ايكويلز تو تو. تمام? طب كده الزين. زي سيكونس از. اول ترم عندي تو. وبعد كده الديستنس بتاعتي سري يبقى تو. فايف ايت اند سوء. طيب. هنا كمان كان عايز. زين فايند اتس سري ميدل ترمز. وفايند قبلها زي سيكونس. طب تعالوا كده احنا عرفنا السيكونس بتاعنا. دي بتاع له نجيب اس ففتين. طب اس ففتين اللي هي ففتين اوفر تو. تو تايمز اي اللي هي تو تايمز تو. بلوس بدل ففتين هتبقى ان موينس وان اللي هي فورتين تايمز سري. كل الكلام ده كده هيكون ايكويلز سري هوندرد فورتي فايف. فايند اتس سري ميدل تيرمز. زي ميدل تيرمز او تي سفن تي ايت تي ناين. هما دولة التيرمز اللي في النص. هما عندي ففتين تيرمز. طيب. ففتين تيرمز لو عادت تكانسل كده عشان تجيب التيرمز اللي في النص هتلاقيه التيرم الالس سيفنز والايت والنينز. يبقى دول كده. تي سفن هتكون ايكويلز سيكس تايمز سري. انا كده جبت تي سيفن وطلع بتوينتي. طيب تي ايت بايزا سيم واي. هيطلع توينتي سري. او انت اصلا عندك الدي بسري زود سري. تي ناين زود عليها سري. انت كده جبت تي سيفن وتي ايت وتي ناين. يبقى انا كده جبت له الميدل تيرمز. تعالوا نروح نشوف نوت. لو انا عندي اس ناين موينس اس ايت ده كده هيتديني تي ناين. اس تن موينس اس سيفن هيتديني تي تن بلس تي ناين بلس تي ايت. طب الكلام ده وتمعنا ايه? تعالوا كده ركز معي. اس ناين معناها ان انا عملت سام لاول ناين تيرمز. تمام? اس ايت معناها ان انا عملت سام لاول ايه تيرمز. طب لو عملت ده موينس ده. مين اللي هيتبقى? هيتبقى اخر تيرم بس. هيتبقى التيرم نومبر ناين. عشان كده ده الكلام ده هنا هيبديني تي ناين. طيب هنا انا عملت اس تن لأول تين تيرمز مينس اس سيفن بس شيل بعمله سبتراكت اول سيفن تيرمز هيتبقى مين? هيتبقى اخر سري تيرمز اللي هو تي تن بلس تي ناين بلس تي ايت. رول اس ان مينس اس ان مينس زي ما احنا لسه متفقين فيه. او سميشن ار ايقوالز وان تي ار مينس سميشن ار ايقوال وان تي ار ايقوالز وان تي ار ويش ايقوالز تي ان. تعالوا نروح ناخد اكزامبل عشان نعرف ان الموضوع بسيط. اكزامبل هو هنا ندين ان اس تن مينس اس ايت ايقوالز سيفنتي ايت. واحنا كنا لسه متفقين ان اس تن مينس اس ايت يعني السميشن بتاع اول تين تيرمز مينس السميشن بتاع اول ايت تيرمز. لو انا جيت شلتهم من بعض المفروض النوع يديني بتا ان سوفهم? البلاس بتاعهم. يبقى انا هنا عندي بلاس اين مش سيفينتي ايت. طيب تي تین معناها ايه? اي بلاس دي. تا اين اي بلاس دين اي بلاس اي بلاس اي د يكون سيفنتية ايت. �나 كده عندي اول ايكواج اقدر اعمل تقوم ل加س يعمل. اي بلاس ايت او ا اي ونين بلاس ايت سيفنتين دي اي بلس سيفنتية ايت وهي كده هيكده. معلومة تانية كان جاي بيقول لي سراتين. طيب هو مين بتاع السكند والفورز? يعني اللي في النص اللي ما بين السكند والفورز. اللي هو مين اللي هو تي سري. يبقى هو هنا كده من الاخر بيقول لي ده كده بيقولها بطريقة تانية. يبقى هنا تي سري طيب يعني ايه تي سري ايه بلاس تو دي. دي الاكوجان التانية. انا كده عندي اتنين ايكوجان. اعرف اجيب منهم الا والدي زي ما انا عايز. تعالوا نروح نحلل الاتنين مع بعض. يبقى from one and two by multiplies the equation two by negative two. احنا اخدنا الايكواجين التانية اللي هنا وعملنا لها اللي هي number two. عملت لها time is negative two. فالاي time is negative two بقت negative two a. التو دي time is negative two بقت negative four d. السيرتين time is negative two بقت negative 26. اروح اعمل دي مع الايكواجين التاني. two a plus negative two a هي cancelه بعض. 17d minus four d هتديني سيرتين دي. 78 minus 26 هتكون equals 52. انا كده عارفت اجيبت دي لو جيت خرجت السيرتين برة بدي فايل. يبقى الدي هنا equals كام? equals four. عارفت الدي ارجع اعمل substitution في اي ايكواجين. تعالوا هنا احنا الاسهل نعمل substitution في ال ايكواجين number two. هنا كان اي بلاس دو دي. الدي احنا جبناه يبقى اي بلاس دو تايمز فور? ايكوال سيرتين. يبقى انا هنا كده اعرف اجيب الاي. يبقى الاي كده? ايكوالز فايف. then the sequence is five nine thirteen and so on. تي ان مور زان وان هندرد ففتي. كان جاي هنا بيقول لي. find the sequence and its first term greater than one هندرد ففتي. هو عايز اول ترم بعد ال one هندرد ففتي. طيب يبقى انا جيت هنا قلت تي ان مور زان وان هندرد ففتي. عشان عايز اعرف الان بكام? يبقى اي بلس ان موينس ون دي مور زان وان هندرد ففتي. وحط مكان الحاجات بتاعتي اللي انا عارفها. يعني انا عارف ان الايه هنا? بفايف. الدي هنا شلت الدي وحطت مكانها فور. فان موينس ون مور زان وان هندرد ففتي. طب ليه ما حطتش الان? عشان انا عايز اعرف انا المطلوب مني ان انا اخد كام ترم? اعمل اون بلس عشان يكون زان وان هندرد ففتي. هنا مور زان وان هندرد ففتي. تعالوا بقى انا عملت يعني دي تخرج برة بالمينس. فبقت فور ان مينس وان مور زان وان هندرد فورتي فايف. وبعدين اقدر اخرج الفور برة. بتخرج برة بقى ان موينس وان مور زان سيرتي سيكس resurrection point two five. يبقى كده الان هتكون سيرتي سيفن بوينت توفايف. خلي بالك. احنا اتفقدنا ان الان لازم تكون. طب انت عايز الان اللي بعد السيرتي سيفن وشوية. طب بعد السيرتي سيفن وشوية الان اللي بعدها الهول كام traffic. يبقى الان هنا كده هتطلع ب38 يبقى then the first term greater than 150 is T38 طيب تي 38 ده وتنعرف نجيبه تعالوا نجيبه عشان نتأكد T38 equals A plus 37 D لا يتسبب استيوش A ب5 plus 37 times D اللي هي times 4 كلام ده كده كله هيكون equals 153 هالكده الموضوع سهل و بسط Dear students till here we have come to the end of this lesson I hope you enjoyed and I will see you in the next lesson Goodbye فهمت الدرس دواءة الطبيق مع تدريبات واختبارات نافذ حمل الان